الحمد لله الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين ونستهديه جل وعلا ونستغفره وهو الغفور الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بحفظ النفوس وحرم التعدي عليها سبحانه الحكيم العليم ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون يقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلا يخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن تشريفه وتكريمه لهذا الإنسان الذي خلقه على أحسن الهيئات وأكملها كما قال تعالى بعد قسمٍ عظيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورةٍ ما شاء ركبك أي من خدعك بربك الحليم الكريم فعصيته وتجرأت على مخالفة أمره وذلك بسوء استعمالك لما سخره لك من وسائل مع إحسانه إليك وعطفه عليك أيها المسلمون إن الإسلام يوصي الإنسان بنفسه وصحته وسلامته كما يوصيه بغيره من الناس فلا يعتدي عليهم ولا يؤذيهم بأي نوعٍ من الإذاية ولذلك حرم الاعتداء على الأنفس البريئة عمداً أو تهاوناً أو تفريطاً ومن صور هذا الاعتداء ما نعيشه يومياً من حوادث سيرٍ قاتلة تودي بحياة الأبرياء وتخلف جرحاً ومعطوبين وأرامل ويتاما إنها حربٌ فضيعةٌ ضروس أصبحت تنذر بهولٍ خطير وشرٍ مستطير يدفع تكاليفها المواطن والدولة على حدٍ سواء ومن أجل ذلك يخلد المغرب كل سنةٍ في الثامن عشر من شهر فبراير اليوم الوطني للسلامة الطرقية وهو فرصةٌ سانحةٌ لانخراط الجميع في التوعية بمخاطر هذه الآفة وضرورة تغيير سلوك السائقين في الطرقات أيها المؤمنون إن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا ومن رحمته تعالى أنه يحذرنا من أن يهلك بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا ويوقع النفس في المهالك قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً قال المفسرون إن المقصد العام من هذه الآية الكريمة هو النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضاً أو أن يحمل الإنسان نفسه على خطر ربما مات هو بسببه والتعبير عنه بقتل النفس للمبالغة في الزجر ويدل كذلك على أن الأنفس واحدة فمن اعتدى على نفس بريئة فكأنما اعتدى على نفسه بل إن من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً كما نهان الإسلام أن نلقي بأنفسنا أو بغيرنا إلى ما يهلكها فقال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم أو قال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقد أخبر الله عز وجل أن عاقبة المعتدي والظالم لنفسه ولغيره من الناس دخول النار فقال تعالى وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وقال عز من قائل فِي مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا فهذا حكم الله تعالى في القتل العمدي وهو من أعظم الجرائم في الشريعة الإسلامية ولهذا كانت عاقبته في غاية التغليظ والتشديد أخرج ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن أيها المسلمون إنما نشاهده ونسمعه ونعيشه في بلادنا من الفواجع والمآسي الناتجة عن حوادث السير التي تسفر كل يوم عن عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح لمما يغضب الله ورسوله وإن وقع هذه الحوادث لمؤلمٌ للأمة كلها وعلى رأسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره الذي يشفق على أفراد شعبه ويواسيهم ويقاسم أسر الضحايا وذويهم الألم والحزن والأساء إن حوادث السير معشر المؤمنين تحصد أرواحاً زكية في لحظةٍ واحدة نتيجة التهور في السياقة وعدم مراقبة أو صيانة المركوب وتتزايد هذه الحوادث يوماً بعد يوم وكأن ما عاشته الأمة في هذه الكوارث من المآسي والآلام والفواجع والنكبات غير كافٍ لردع السائقين والحد من طيشهم واستهتارهم فليقدر كل واحدٍ منا مسؤوليته في هذه الكوارث ولينظر كل واحدٍ منا وإن لم يكن مسؤولاً عن حوادث السير كيف يمكن أن يسهم في القضاء عليها أو الحد من هولها على الأقل وفي ذلك جزيل الأجر وعظيم الثواب وليعلم كل من يخل بمسؤوليته سائقاً كان أو سواء كان سائقاً أو مراقباً أو مكلفاً بالصيانة أو غاضاً الطرف عن التجاوزات والمخالفات أنه مشاركٌ مباشرةً في إزهاق تلك الأنفس وجرم ذلك عند الله عظيم وليعلم كذلك أرباب وسائل النقل العمومي بصفةٍ عامة وأرباب الحافلات والشاحنات بصفةٍ خاصة أشخاصاً ذاتيين كانوا أو معنويين أن سلامة المواطنين أمانةٌ في عنقهم وسيسألون عنها أمام الله لذلك يجب عليهم أن لا يعهدوا بهذه الوسائل إلا لمن يأنسون فيهم قدراً كبيراً من الشعور بالمسؤولية وكامل القدرة على رعاية هذه الأمانة واستحضارها في كل وقتٍ وحين وأن يمنعوهم أو يمتعوهم بقصطٍ من الراحة بعد كل فترة عمل حفاظاً على أرواح الناس إن الشريعة الإسلامية صيانةً للنفس الإنسانية شرعت من الأحكام ما يكفل سلامتها ويحفظ أمنها وحرمتها ولبلوغ هذا الهدف وضعت التشريعات أو وضعت التشريعات والأنظمة والضوابط وأصبح الالتزام بها واجباً شرعياً لا يجوز انتهاكه وقان الله شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأجارنا من عذابه المهين آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون إن ديننا الحنيف يلزمنا بالإحسان إلى كل الناس وبأن نعمل وسعنا لحماية الأرواح لأن لها عند الله حرمةً عظيمةً لا يجوز العدوان عليها فلنستشعر المسؤولية أمام الله وأمام خلقه ولنتجنب الأسباب المؤدية إلى حوادث السير وهي كثيرة ومتعددة وقد ترجع في معظمها إلى صلاح الإنسان أو فساده وفطنته وغباوته فالتهور واللامبالات أصبحت سمةً عامةً عند غالبية الناس راجلين أو سائقين على السواء رغم القوانين الزجرية والتنظيمات الطرقية الصارمة التي لو عمل الناس بها لنجوا ونجوا جميعاً أيها الناس نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن خطب يوم الجمعة ومواعظ العلماء إنما تلقى ويبلغ ما فيها من أحكام الدين بهدف العمل بها إنما تلقى مواعظ العلماء ويبلغ ما فيها من أحكام الدين بهدف العمل بها ونسأل الله أن لا يجعلنا ممن قالوا سمعنا وعصينا أو ممن جاء فيهم قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا ذلك لأن المطلوب في الموضوع الذي نحن بصدده وهو حوادث السير هو أن نرى أثر المواعظ أن نرى أثر المواعظ في العمل على تجنب هذه الجرائم وهي جرائم فعلا إذا ارتكبت بسبب التهاون والتفريط فعلى كل واحد منا أصلحكم الله أن يفكر ابتداء من هذه الساعة في العمل الذي يمكن أن يقوم به شخصيا للقضاء على حوادث السير وأن يجعل هذا العمل من همومه فلا شك أنه سينتبه إلى تغيير شيء في سلوكه أو سلوك غيره وليبلغ الشاهد الغائب واتقوا الله ويعلمكم الله وقدروا هول الأمر حق قدره وصلوا وسلموا صلاةً وسلاماً دائمين بدوام ملك الله على نبي الرحمة وهادي الأمة وكاشف الغمة كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين قبل الختم أيها الإخوة أذكر أنه يزورنا اليوم أيضاً إخوةٌ لنا يبنون مسجداً لهم هو مسجد بن عاشر مسجد بن عاشر وهو قريبٌ منكم وقد زارونا قبل هذا مرةً سابقة أو أكثر من مرة وهم يلتمسون منكم أن تساعدوهم من أجل إكمال بيتٍ من بيوت الله عز وجل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتاً بنى الله له بيتاً في الجنة وقد قال الله عز وجل أيضاً في القرآن الكريم من سورة النور في بيوتٍ أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فرفع بيوت الله أمرٌ أذن الله عز وجل فيه ولذلك على المؤمنين الصادقين أن يتسابقوا من أجل المساهمة في نيل الأجر والثواب المتضمن في هذه الآية الكريمة لمن يساهم في رفع بيوت الله سيقف هؤلاء الإخوة على الأبواب من أجل أن نساعدهم بقدر المستطاع وقد وعد الله عز وجل أن يخلف لكل من أنفق فاللهم أخلف لكل المنفقين اللهم بارك في جهود جميع من يدفع في اتجاه نصر هذا الإسلام ونشر دعوته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم نصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم نصر المجاهدين في كل مكان اللهم اجمع صف المسلمين في كل مكان اللهم وحِّد كلمتهم يا رب العالمين اللهم وحد كلمة المسلمين في كل بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين بعض الإخوة والأخوات يرجون منكم الدعاء لهم بشفاء الأمراض وقضاء الحاجات اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم أد الدين على المدينين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة آمين 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 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين